شورتي كده السريع مع دار الأركان دار الأركان أغلق إغلاق كان لا بأس به حتى الآن ما زال محافظة على العشرة عشرين ولم يغلق دونها هذا الأسبوع وكون شمعة كما تلاحظون تعتبر شمعة إنعكاسية للاتجاه الهابط مدام جهت في منطقة اتجاه هابط إن شاء الله تعالى دار الأركان الأسبوع القادم إن فتح فوق العشرة اتنين وعشرين فإن شاء الله تعالى سيبدأ في الصعود عنده منطقة العشرة تلاتين مقاومة قوية اختراقها والإغلاق فوقها الأسبوع القادم إن شاء الله يؤهله إلى اختراق التريند الهابط عند تقريبا العشر ريال وستين هلالة في هذه الأماكن ممكن يؤهل هذا السهم بأنه يحاول يوصل تاني مرة لمنطقة الـ 11 ريال من جديد اللي ما جابها من 2019 بعد ما كسرها وتداول دونها ما عدرجة فوقها فإن شاء الله تعالى نقول إنه ممكن يحصل الشيداء في تقاطع ذهب يحصل وجميل جدا ما بين متوسط الخمسين ومتوسط المية هنا تقاطع إيجابي رائع جدا على الأسبوعي هذا متوسط الخمسين صاعد ومتوسط المية كان ماشي عرضي تم اختراق هذا المتوسط فالآن ممكن نقول إنه المتوسطات أصبحت مترتبة يعني الخمسين بعدين ما هي مترتبة بالضبط يعني المية شوفوه تحت هنا بعيد على الأسبوعي فلازم حتى المية يصعد صعود ويخترق الميتين والميتين يكون ماشي عرضي إلى هابط نوعا ما ويصير في تقاطع آخر جميل هنا ما بين الميتين والمية عشان نقول إنه كده سار السهم جاهز للانفجارات السعرية بإذن الله تعالى نشوف هذه الأمور تتحقق في الفترة القادمة طبعا الفترة هذه حتاخد لها يعني أسبوعين ثلاثة شهر شهرين الله أعلم لكن حتاخد انطباع كويس بإذن الله تعالى في حال اختراق منطقة العشرة الثلاثين والإغلاق فوقها الأسبوع القادم بالنسبة للارس اي والماكدي الارس اي ما زال معطيني إيجابية كويسة على السهم على الأسبوعي وفي تريند صاعد أي نعم هناك تقلص في الإيجابية في البارات والهيستوغرام تبعوا لكن ما زال المسافة كبيرة بين الخطين اللي هو الماكد والسيجنل فإن شاء الله نشوف تواصل في هذه الموجة إن شاء الله تعالى وتعطي عطاء كويس الارس اي معطيني نوعا ما من تقلص العزم والتراجع لكن احنا عندنا مناطق كويسة ممكن نعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى هي تقريبا تعتبر دعوم فعندنا هنا دعم كويس في هذه المنطقة كان دائما يضربها ويعكس يضربها ويعكس فممكن يرجع هنا يضربها ويعكس تاني مرة إلى الصعود عندنا الخمسة وتلاتين يحافظ عليها أو بالصحة التلاتة وخمسين سوري يحافظ عليها بإذن الله وعدم الإغلاق دونها عشان لا نروح للخمسين فروحنا لو رحنا للخمسين فإحنا كرة بنتكلم عن تراجع قد يصل إلى واحد وستين فيبو هنا عند التسعة ريال وتسعين عشر ريال واقف ممكن يتراجع السهم لهذه الحدود عشان ياخد عزم لكن حتى الآن مني شايف بوادر تراجع في السهم بصراحة على الأسبوعي ما في بوادر تراجع قوية جداً هي تقريباً الواحد وستين فيبو من الموجة الصعدة لو عكسنا الفيبو عشان نشوف يعني التراجع ناخد كده هذه المنطقة هنا يعني تقريباً تلاتة وعشرين فيبو أو أقل بشوية هو ضربها قيدو واختبرها ونجح بإنه يغلق فوقها الأسبوع اللي فات يعني الأسبوع اللي فات جاب العشرة أو تمانية هلالات فإن شاء الله خلاص إحنا كده خلصنا منطقة الاختبارات ومنطقة التراجع وكل شيء وبحول الله تعالى مع الشمعة دي نبدأ نشوف صعود إن شاء الله ونخترق مستويات العشرة ستين قبلها في مطب زي ما قلنا العشرة وثلاثين هلالة بحول الله تعالى تقريباً تمانية وتلاتين ستة وتلاتين الأماكن دي اختراقها والإغلاق فوقها حيكون ممتاز هذا بالنسبة لدار الأركان وبالتوفيق للجميع